بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الرابع والأخير في هذه الدورة عن فقه الصيام وسنتحدث في هذا اللقاء بإذن الله عن صيام التطوع وعن مسائل الاعتكاف يقول المعلف رحمه الله أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما صيام التطوع معناه الصوم غير الواجب الذي وأديه الإنسان رغبة في الخير من دون إزام وبدأ المعلف رحمه الله بذكر أفضل أنواع هذا الصوم وهو صيام داود داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ عليه ضعفا في صحته فأنكر عليه فقال إنه منذ كذا وهو صائم أن يصوم كل يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصوم من الشهر ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها قال أطيق أكثر من ذلك فأشار إلى صيامي الاثنين والخميس من كل أسبوع فقال أطيق أكثر من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال أطيق أكثر من ذلك قال صم يوما وأفطر يوما قال أطيق أكثر من ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا أكثر من ذلك فهذا الحديث يبين وقال عليه الصلاة والسلام اصم يوما وأفضر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام وفي لفظ لا أفضل من ذلك فأفضل الصوم أن الإنسان يصوم يوما ويفضر يوما وصيام التطوع يحصل به الإنسان عن كل يوم أن يبعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفا كما قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ثم قال المؤلف رحمه الله وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم شهر الله المحرم هو الشهر الأول من السنة وهذا الشهر يشرع صيامه كله كل الشهر بمعنى يصوم الشهر من أوله إلى آخره إذا فعل ذلك فإنه حصل على أفضل صوم بعد رمضان رمضان شهر صومه واجب وركم من أركان الإسلام الذي يليه في الفضيلة وهو ليس بواجب هو صيام شهر الله المحرم جميعه وليس مفردات أيامه فإن مفردات أيامه فيه أيام أفضل منها وهي عشر ذي الحجة شهر الله المحرم فيه يوم العاشر صيام اليوم العاشر يكفر سنة وعشر ذي الحجة فيها يوم عرفة صيامه يكفر سنتين لكن إذا صام الإنسان الشهر كاملا فإنه يحصل على أفضل أنواع الصيام وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم و من الأيام التي يتأكد فيها الصوم التسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة من اليوم الأول إلى اليوم التاسع يوم عرفة لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عشر ذي الحجة هي أفضل وأيام السنة كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فدل هذا على أن الأعمار الصالحة في عشر ذي الحجة فاضلة ومن الأعمار الصالحة الصوم فيجتهد الإنسان في سائر أنواع العبادات والقربات ومنها صوم هذه الأيام وأما اليوم العاشر فلا يجوز صومه لأنه هو يوم العيد يوم عيد الأضحاء فهذا يحرم صومه ومن الأيام التي يشرع للإنسان صيامها صيام ست من شوال لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فالإنسان إذا صام رمضان شهر عن عشرة أشهر الحسنة بعشر أمثالها وستة أيام من شهر شوال عن ستين يوما يعني عن شهري فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام من شوال كأنك صمت السنة كاملة وهذا إنما يكون صيام الست بعد قضاء من أفطر أياما من رمضان لمرض أو عذر آخر من سفر أو حيض أو نفاس ونحو ذلك قال وصيام يوم عاشورا وهو العاشر من شهر الله المحرم لما ورد في فضله من أنه يكفر سنة وما ورد أيضا في صيام يوم عرفة من أنه يكفر سنتين فيحرص الإنسان على صوم هذين اليومين إن لم يصم معهما ثمانها الأيام منذ الحجة أو شهر المحرم كله ولا يستحب للإنسان الحاج عن يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وذلك ليتقوى الحاج على العبادة عبادة الحج ولا يجد مشقة وكلفة لأن الإنسان في عرفة يعرض نفسه للحرارة ونحو ذلك ومن الأيام المشروعي صيامها في التطوع صيام أيام البيض وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر من كل شهر فهذه يشرع صومها وللإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر كيف ما اتفق لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في قول أبي هريرة رضي الله عنه أو صاني خليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وجاء بها مطلقة لكن جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر والمراد بأيام البيض هي أيام الليالي التي يكون ضوء القمر قويا فيها فليلة الثالث عشر تكون إضاءة القمر قوية وكذلك الرابع عشر والخمس عشر لأن ضوء القمر يكون من أول الليل ويستمر حتى قرب طلوع الفجر ومن الأمور التي الأيام التي يتأكد استحبابها في الصيام صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس ويصومهما ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ومن الأيام التي يشرع صيامها شهر شعبان فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه أكثر من غيره ولما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها لما يكثر من الصيام فيه قال إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ثم قال المؤلف رحمه الله والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولقضى عليه يعني أن الإنسان الذي يصوم صوم التطوع إذا أنه عرض له عارض وأراد أن يقطع الصيام فلا حرج عليه ولا قضاء عليه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وكان صائما فقالت له أهدي لنا حيس فقال عليه الصلاة والسلام أرني فقد أصبحت صائما ووضعته أمامه فأكل منه فدل هذا على جواز قطع صوم التطوع ولا حرج على الإنسان فيه كما أن صيام التطوع لا يزم تبيته من الليل بخلاف الصوم الواجب فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وطلب طعاما فأخبروه بأنه لا يوجد شيء يؤكل لا يوجد في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نوع من أنواع الطعام فقال عليه الصلاة والسلام فإني إذن صائم فعنشع الصيام في الضحى وهذا مشروط بأنه لم يتعاط شيئا من المفطرات من طلوع الفجر أما لو كان قد تعاط شيئا من المفطرات فلا يصح صومه يقول المؤلف كذا سائر التطوع إلا الحج والعمر فيجب إتمامها وقضاء ما فسد منها يقول إن الأعمال التطوع من صلاة أو وضوء أو طواف يجوز قطعها إذا كان نفلا وليس فرضا إلا الحج فإن الإنسان إذا أحرم بحج أو أحرم بعمرة لزم إتمامه ولا يجوز له أن يتنازل عنه لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وأما لو أن إنسانا دخل في الصلاة النافلة فعرض له عارض وتركها فلا حرج عليه وهذا فصلت النافلة وإن كان الأولى والأفضل له أن لا يعمل هذا الشيء لعموم قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الحج والعمرة لا بد من إتمامها ولو عرض للإنسان عائض من مفسد للنسك فلا بد أن يمضي فيه فلو أن إنسانا أحرم بالحج وقبل التحلل الأول جامع زوجته فإنه يفسد نسكه لكن يزمه أن يمضي فيه ويكمله وعليه قضاؤه من العام القادم وعليه بدنه وكذلك لو أن إنسانا أحرم بعمرة وقبل الطواف جامع زوجته فإنها تفسد عمرته وعليه أن يتمها عليه أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم عليه أن يرجع ويأتي بعمرة أخرى يحرم بها من المقات الذي أحرم منه أولا وعليه ذبح حشات ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأيام التي لا يجوز صيامها فقال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم هذين اليومين لكونهما أيام عيد المسلمين فصيامهما محرم ولو أن الناس غلطوا في بداية رمضان وتأخروا في الصيام يوما مثلا فلما صاموا ثمانية وعشرين يوما رأوا هلال شوال فلا بد أن يفطروا ولا يصح منهم الصيام يقولون نحن ما صمنا إلا ثمانية وعشرين ما كملنا الشهر نقول عليكم القضاء لليوم الأول الذي لم تصوموه فتصومون يوما بعد يوم العيد كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فهذه لا يجوز صومها إلا في حال واحدة إنسان حج متمتعا أو قارنا وفقد قيمة الهدي أو لم يجد هديا فإنه يصوم حينئذ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إنسان مثلا متمتع ومعه قيمة الهدي وفي يوم عرفها أو في يوم العيد فقدها سرقت أو ضاعت أو استنفقها فلا يجد قيمتها ففي هذه الحال ينتقل إلى ما بعدها وهو الصيام صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج ولم يبق من الحج أيام تصام إلا هذه الأيام الثلاثة فأذن له هو وحده أن يصومها دون غيره وأما الإنسان الذي يريد أن يتنفل بالصيام لو وافقت أيام التشريق يوم خميس أو يوم اثنين فلا يجد صومها أو الإنسان يريد أن يصوم أيام البيض فلا يصوم الثالث عشر لأن الثالث عشر من أيام التشريق نعم يصوم الرابع عشر والخامس عشر لأنها ليست من أيام التشريق وعم الثالث عشر فهو من أيام البيض نعم لكنه من أيام التشريق فلا يصح صيامه حينئذ ثم ذكر المعلف رحمه الله ليلة القدر وهي في العشر الأواخر من رمضان فليلة القدر خير من ألف شهر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيلها لأن الخير الذي فيها خير من ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر ليس فيها ليلة قدر فالعقلاء لا يفوتون هذا الخير على أنفسهم لأنها ساعات معدودة وقد قال في فضلها نبينا عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عشر ساعات أو قريبا منها وتغفر ذنوبك وتحصل على أجر خير من ألف شهر حولها إلى سنوات تطلع ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل عمر سلام هي حتى مطلع الفجر فيتحرى هذه الليلة في العشر الأواخر ابتداء من ليلة الحادي والعشرين إلى ليلة الثلاثين واحدة منهن هي ليلة القدر أي ليلة هي الله أعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه أوري ليلة القدر صبحتها يسجد بماء وطين فلما صلى بالناس ليلة فجر الحادي والعشرين وكان قد نزل مطر في تلك الليلة فإذا بموضع سجوده مكان نضح من المطر فسجد عليه الصلاة والسلام في ماء وطين وقال التمسوها في الوتري من العشر الأواخر وقال التمسوها في سبع يمضين أو أو تسع يبقين وقال التمسوها ليلة سبع وعشرين ورآها عدد من الصحابة رضي الله عنهم ليلة السابع والعشرين فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطعت فالتمسوها في العشر الأواخر فهي ليلة خفية مثل ساعة الجمعة غير محددة ليجتهد الناس في العشر كلها ويحصل على أجر عشر ليال ويتعود على العبادة ويحبوها ويألفوها ويصيبوا ليلة القدر يقينا فيجتهد الناس في كل الليالي العشر وهي أفضل ليالي السنة وعشر ذي الحجة أفضل أيام السنة ولهذا فالذي يترجح في هذه المسألة أنها تختلف من ليلة لأخرى فقد تكون في هذه السنة ليلة سبع وعشرين وفي السنة الماضية كانت ليلة أربع وعشرين وفي السنة القادمة قد تكون ليلة واحد وعشرين وفي السنة التي بعدها قد تكون ليلة خمس وعشرين والتي بعدها قد تكون ليلة ثمان وعشرين وهكذا فينبغي للناس أن يجتهدوا في إحيائها بالصلاة والعبادة فهذا هو المشروع للناس في هذه الليلة قيام ليلة القدر بالصلاة بإحياء ليلها بالصلاة هذا هو المطروب الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي به يحصل الإنسان الأجر الكامل أن يقوم هذه الليلة بالتعبد لله تعالى المؤلف بعد هذا ذكر الاعتكاف الاعتكاف هو نزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى بمعنى أن الإنسان يلزم المسجد تقربا لله ليس لأجل أن ينام في المسجد وليس لأجل أن يشاهد الناس ويتفرج عليهم أو لأن وظيفته هو العمل في المسجد وإنما يلزم المسجد للعبادة فإذا ألزم الإنسان نفسه بالبقاء في المسجد للعبادة فهذا هو الاعتكاف والمراد بالمسجد هو المسجد الذي تقام فيه الصلاة صلاة الجماعة وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليلة وجد وشد المئسر فينبغي للناس أن ينتبهوا لهذه العبادة الجليلة التي يتفرغون فيها لطاعة الله وهو من السنن وقد دل القرآن على مشروعيته في قول تعالى في حق إبراهيم وابن إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فذكر من يطهر له هذا المسجد وهم صنف من الناس يعتكفون في المسجد ولا يجب إلا بالنذر إذا نذر الإنسان فإن هذا نذر طاعة فإنه يطيع الله تعالى ويفي بندله ويصح من الرجل ومن المرأة لكن المرأة تكون في مكان بحيث لا تبتدل ولا تكون عرضة للاختلاط أو عرضة لتكشفها ورؤية الرجال لها وإنما تكون بمعزل من خيمة أو مكان مخصص للنساء في ناحية المسجد ونحو ذلك ولا يصح من الرجل إلا إذا كان في مسجد تقام فيه الجماعة أما لو كان المسجد ليس فيه جماعة أحيانا يصلي فيه بعض الناس وأحيانا لا يصلى فهذا لا يعتكف فيه إنما يعتكف في الذي تصلى فيه الجماعة وإذا كان زمن اعتكافه يعترضه جمعة فالأفضل أن يكون في مسجد جامع تصلى فيه الجمعة لألا يضطر الإنسان للخروج من معتكفه والإنسان إذا اعتكف لزم معتكفه ولا يخرج من مكان اعتكافه إلا لما لابد له منه كقضاء الحاجة أو الأكل ونحو ذلك قال المؤلف ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره من المساجد إلا المساجد الثلاثة المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى فإذا نذر فيها لزمه أن يؤدي النذر فيها فلو نذر الإنسان في أن يصوم أو يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئه في غيره أما لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فله أن يعتكف في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله أن يعتكف فيه أو أن يعتكف في المسجد النبوي أو أن يعتكف في المسجد الحرام وقال بعض أهل العلم إن المساجد في البلدان بعضها أفضل من بعض فإذا كان نذر أن يعتكف في مسجد قديم جامع فلا يكون يفي بنذره إذا اعتكف في مسجد جديد أو غير جامع وهذا هو العولى والإنسان المعتكف يشتغل بالقرب من طاعة الله تعالى لا ينشغل بالقيل والقال أو شيء من أمور الدنيا من التجارات ونحوها وإنما يكون شغله هو الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف دخل معتكف واشتغل بنفسه ولم يجالس صحابه ولم يحادثهم إلا شيئا قليلا فكان يفرغ نفسه للعبادة والمعتكف يجب عليه أن يجتنب ما لا يعنيه من قول أو فعل لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة فيعرض عما سوى العبادة مما يضيع على المعتكفي وقته بما لا فائدة فيه فلا يكثر من الحديث الجانبية أو الحديث مع فلان أو علان أو بالاتصالات بالهواتف ونحو ذلك كما ابتلي به كثير من الناس الآن الصلاة المعتكف همه هو أن يبحث عن الأسماء ليتصل بهم ويخبرهم بأنه معتكف في المسجد الحرام أو في مكان كذا ونحو ذلك فهذا ما يتنافى مع الاعتكاف أنت منقطع للعبادة ولست متفرغ للاتصالات ونحو ذلك كما أنه ليس للمعتكف أن يكون مصدر تشويش على من حوله فيؤذي من حوله من من يتعبد لله بكثرة أصواته أو بتشويشه برفع صوت ونحو ذلك ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يذني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا احتاج لغسل رأسه أو دهنه أدخله مع الطاق على حجرة عائشة وهو في المسجد فتسرحه وتدهنه وترجله وهو باق في المسجد ولا يأتي للبيت إلا لأمر ضروري كقضاء حاجة ونحو ذلك ولو أن الإنسان معترك في عرض له أمر عارض جاز له أن يخرج كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أن صفية رضي الله عنها زارته خرج معها يوصلها وكان ذلك ليلا وليس له أن يستمتع بشيء من شهوات النساء فلا يستمتع بزوجته بالتلذذ بالنظر أو بلمس أو قبلة أو نحو ذلك وقد قال الله تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وإذا كان الإنسان المعتكف يعرف أن له قريبا مريضا فله أن يشترط عند الاعتكاف أن يزوره أو إن مات أن يشيع جنزته فإن شرطه هذا معتبر عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة وهي معتكفة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مرة فلو كان هناك مريض عندك في البيت وذهبت للبيت لقضاء حاجة ونحو ذلك فلا تجلس عند المريض وتتحدث معه وإنما وعن تمر به تسأل عنه وتطمئن على صحته ولا تجلس فهذا هو المعنى الصحيح للاعتكاف الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه ولا يخل به بخلاف ما يفهمه بعض الشباب اليوم وبعض الناس الذين يفهمون أن الاعتكاف هو فرصة للاسترخاء والنوم والتفرغ للأحاديث والكلام الذي لقمت له مع من يكونون بجواره من المعتكفين فهذا ليسا اعتكاف وإنما هذا تضيع للاعتكاف فيجب أن ينتبه الناس لهذا ويحرصوا على صيانة صيامهم واعتكافهم وهل يشترطوا في الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه لا يشترط بل يجوز للإنسان أن يعتكف وهو مفطر وذلك لما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أعتكف يوما في مسجد الحرام في الجاهلية أعتكف ليلة نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام وهل مدة الاعتكاف محددة الأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يعتكف يعتكف العشر الأواخر من رمضان فهذا هو أكمل أنواع الاعتكاف وهو الذي كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل معتكفه يوم عشرين قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين بحيث أن ليلة الحادي والعشرين تكون كلها وهو معتكف لأنها داخلة في العشر الأواخر فقبل أن تغرب الشمس من يوم العشرين يدخل معتكفه ويبقى فيه إلى أن يحين وقت صلاة العيد فيخرج لصلاة العيد من معتكفه ويجوز له الخروج من معتكفه بعد غروب الشمس من ليلة العيد لكن الأفضل أن يؤخر خروجه من الاعتكاف إلى ما قبل صلاة العيد فيكون خروجه لصلاة العيد ليصلي العيد بثياب اعتكافه لكن لو خرج ليلة العيد بعد غروب الشمس فلا حرج وقال بعض أهل العلم إن أقل مدة للاعتكاف هي ليلة أو يوم وقال بعضهم يوم وليلة وقال بعضهم يكفي فيها ولو ساعة أقل ما يصدق عليه اعتكاف في اللغة فإنه يصح والعمر فيه ساعة لكن ينبغي للإنسان أن يجتهد في أن يصون اعتكافه بحيث لا يقع في شيء من الخلل والخطأ وتضيع الفرصة نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وقاربنا والمؤمنين وصلى الله وسلم وضارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر